العين وبالعين بس هي فين العين أصلا هي فين يعني المبدأ العادل العين وبالعين والسن بالسن واليد باليد والبادي أصلا المبدأ ده مبدأ أساسي لإقرار العدلة بين البشر لكن لما نسمع الكابت الرضا عبد العال بيحاول يبرر ما حدث فيه انسحاب الزمالك من مباراة القمة وإن الزمالك ملعبش لأنه الأهل هو اللي انسحب قبل كده من هزه المباراة هل فكرة ما تفهم كلمة الانسحاب حتى اللي بيروجولها أه المهم أنت أنا بتقول أنا أنت ما تسحبتش يعني المباراة ما فيش فرقة راحت الملعب وأنت ما روحتش أيه أنت بتتكلم بتقول مش عايز ألعب إلا بالترتيب حتى لو دل رغم أنه ده ما كانش الموقف شوف علشان بس إحنا إيه والله إذا كنت السبكة دي عايزة لازم يتم التركيز عليها شوية لأنه يا جماعة الأهل والزمالك المباراة دي حديث الناس وحديث المشكلة اللي عملت كل الدوشة اللي خلت سيرتنا على كل لسان في العالم في كلامة قال في وسائل إعلام عالمية إحنا كمصريين نخجل إن احنا نعرضه ونأسى ونأسف إن احنا نتناوله بجد لكن للأسف وصلنا للشكل ده وبقينا بالصورة دي بس إحنا زي ما عرفناش إيه الناس شايفة إيه في أحداثنا هنصلحها إزاي أستاذ براين طيب مبدئيا نشوف الكابتر رضا عبدالعال لأنه بناء عليها هنشوف كل الاستعراضات لوجهة النظر اللي تقالت وانتوز علانين ليه أن الأهل إن زمالك نسحب ما الأهل نسحب من هذه المباراة نشوف العين بالعين عند الكابتر رضا عبدالعال قط الرضا نت زمالك النهاردة تعمد أنه ما يروحش ولا هو كان عايز يروح ولكن طبعا الأمور وقفت قدامه عشان التزحمة والكلام ده قط الرضا بما يورد الله آه قولي بما يورد الله بما يورد الله قولي العين بالعين والسن بالسن والبدي أصلم لا فهمني فهمك بص حبيب قلب يا روح روح النهاردة بص يا كابت المجدي طبعا الماضي ده مؤجل من الزوار رقم كامل الرابع طيب اتأجل ليه لأن الكابتر الخطيب صمم أن المباراة ما تتلعبش إلا ما الزمالك يلعب ماضياته صح انت بتتذكر معجلات اي حاجة لنده دي لأل انت بتتذكر لا لا بس أنا فهم والله يا جماعة صحيح اللي بقول المعلومة كابت الرضا ده لا بصرف النظر طيب صحيح 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 ساعتها طلع قبلها كان الأستاذ عمر الجناني قايل وبالفم المليان زي ما بيقولوا ما فيش تأجيل لا الأهل ولا الزمالك حصل تمام هنه أول مرة يجلنا رئيس اتحاد أو لجنة كماسية دكر مفرحنا بعد الهزة دي لما النادي الآله يصمم جير يقال لك الدواعي الأمنية لغت المباراة طيب انت وتأجلت لآخر الدور الأولاني صح تمام اللي هو دلوقتي بعد الولعة اللي حصلت يوم الخميس مش فيه ولعة حصلت يوم الخميس صحيح وفيه كمان ولعة حصلت مباراة بالقرارات اللي أصدرتها لجنة الانضباط تمام فكان مفروض من الزكاء ان حد يطلع ويقول لك لدواعي أمنية مطشي بكرة يتأجل بس عشان فيه الزمالك وفيه مرتضى منصور فيه عند لا يا سهى كابتر رضا كل حاجة هنا انت نسيت بس المطشي ده ما تأجلش لأن الأهلي أصر أن مايلعبش غير لما الزمالك يلعب مطشاته ده الأهلي والزمالك معلش معلش أنا عارف أن هو حيرد على نفسه عارف أنك جايب له المستندات بس بعد ما شرح الأول طيب خلينا أقولك تسلسل الأيام عشان زكرة السمكة ما أنا أفاكر كان يلعب أمتى يومك أصلا بصها سيد سيد برايم إحنا مشينا في كل المطشات الأهلي ماشي وبيكسب شكل مرتاح جدا الزمالك بدأت عنده بان شوات مشاكل فنية وإدارية وجه معاد المباراة فجئنا في نص الليل المباراة بتتأجل وهو ما رفضاه النادي الأهلي النادي الأهلي قال إيه بقاه لما قالوا تلعب وقال لهم وما فيش مشكلنا عايزة أجل لأسباب أمنية أنا معترض لكن بيحات تقولي أسباب أمنية يبقى ما قدرش أعترض يبقى لعبني الأول ماتش الزمالك وكل المباراة التانية تتلعب من نفس السيكونس بتاعها أو التداعي بتاعها أو التتالي بتاعها ده يا كابتل رضا اللي احتاج عليه الأهلي احتاج على تأجيل الماتش مش الأهلي مرضاش يلعب الماتش ده أنت جبت الموضوع بالمنطق المعكوس وبعدين أنا بس عايز ضبط المصطلحات قبل ما نخش في لأن تما تخلينا عملك ضبط الموعيد لأ هتضبطها بس ونابي عشان ضبط المصطلحات لأن أنا يعني هي دي المشكلة المناهدة أنك تروح واخد للمعنى وسيق في حتة تخدم موقفك الانسحاب يا أستاذ إبراهيم يبقى في الملعب صحيح ما يبقاش وسائل الإعلام يعني لما لا يقول مش هلعب وبعدين يروح يلعب يبقى ما انسحبش هو إمتى انسحب لما فرقة تروح والفرقة التانية ما تروحش في المعاد المحدد والحكم يصفر بعد التلت ساعة وبعدين الفرقة التانية فيه إجراء هاتلي مرة النادي اللي قالي حصل معاه كده اللي عمالين تقوله الأهل ملك الانسحابات لم يحدث أبداً الأهل وهو في الملعب إنما تمتنى عن أدام مبروه آه ده ده كلام ده اللي اسمه انسحاب آه إنما التلويح بإننا مش هلعب إلا إزا اللعبتين في موعيدي أو تلعب ده ده كلام كل الفرقة بتعمله عشان توصل لحقها أنت بتضغط عشان بيراميد عملها الزمالك عملها الأهلي عملها كل الفرقة اللي لها حساسيات بتقدر تطلب هذا الطلب أنا أطلب الطلب العادل لكن ساعة ما تتحدد المباراة ولازم أروح الملعب أروح الملعب ولو تذكر السنة اللي فاتت أنا كنت بقول لا يا حلوين مش هننسح أيها إنتوا عايزين نبقى فيه سازاجة إنها كدت تروح أطيت في موقع عشان أقولك طب أنا مش رايح الملعب أنا بقولك مش هلعب وفعل إن أنا مش هلعب وإن أنا منسح أنا مش هلعب بالشروط دي أنا عايزك تغيرها أنا بتكلم عشان أنبعك إن فيه خلل ما فيش عدالة أنت أصريت على الخلل وأنا شايف إن أنا ما يصحش إن أنا مروحش ملعبش لإن حضور المسابقة حضور لنفسي فبروح طب 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 ده ضبط المشطلحة ضبط الموعيد عشان بس زاكرة السمك لإنه المباراة كانت في الأسواء الرابع دي النكتة بالصب مفروض الناس ما لحيتش تنسى أو ما لحيتش تبقى فيه مؤجلات قال لك الأهلي قال مش هلعب القمة إلا لما تتلعب المؤجلات يا عم مؤجلات هيا دي المؤجلات ده أنت هيا دي دي في الأسواء الرابع القصة عشان العينه بالعين بس الزمالك كان المفروض هو والأهلي هيلعبه في الأسبوع الرابع يوم تسعة عشر تسعة عشر عشر الزمالك الكاف فجأة قرر مباراة الزمالك وجينراسيون لو تفتكروا خلاها 24 عشر يعني بعد اللقاء الأهلي والزمالك بخمس أيام المدة الطبيعية يمكن أزد من الطبيعية كمان لأن المباراة كانت هنا لكن الزمالك رفض وطلب تأجيل مباراة القمة ليه يا عم؟ ما دول خمس أيام قال لك لا مش هلعب مع الآهلي مش هلعب مع الآهلي يعني مش هلعب مع الآهلي لو السمن طوقت على الأرض حسب المصطلح اللي تردد وقتها واللي تكرر أخيرا تحاد الكرة النادي الآهلي اعترض رسميا على فكرة التأجيل يا كابت الرضا مش العين بالعين ده الآهلي اللي اعترض على فكرة التأجيل أو على طلب الزمالك التأجيل وتمسك بإقامة المباراة في معادها القانوني يوم تسعتاشر خاصة أنه مش رخامة ولا غلاسة ما فيش مبرر للتأجيل تسعتاشر وخمسة وعشرين إيه المشكلة؟ أو تسعتاشر واربعة وعشرين يعني خمس أيام اللي اعترض رسمي على فكرة التأجيل وأكد اتحاد الكرة كمان استجابته لطلب الآهلي إنه مين قال إن احنا هنأجل؟ المباراة في معادها القانوني المباراة في المعاد المتفق عليه حسنا فعلا وقال رغم تهديد نادي الزمالك وقتها لكن فجأة اتحاده كرة بيأجل مباراة القمة بعد نص الليل طيب علشان الزمالك يستريح؟ لا ده يوم تسعتاشر اللي كان الأهلة هيلعب فيه مع الزمالك حطوا للزمالك مباراة مع المقلية وكأنه بالفعل الهدف إبعاد الأهل عن الزمالك في الفترة دي كده عين عين سن إيه وعين إيه؟ هو ده العين وهي ده السن وهو ده الأزلم وده البيادي وده الحدوتة كلها ابعد الأهل عن لقاء الزمالك اليوم من دول خليها تعدي فاتحط مباراة للزمالك مع المقلين يوم تسعتاشر اللي كان المفروض يلعب فيه الأهل مع الزمالك ويلعب الزمالك مع جنراسيون فوت يوم اربعة وعشرين زي ما هو عشان هو قال إيه؟ احنا ما صدقنا يا جن رئيس تحاد دكر دكر ثم هما نفسي اتحادوا الكرة وقتها وده برضو يا جماعة جزئية مهمة لأنه الأهل قال لا حيصو الأمر كده أنا مش هلعب مباراة قادمة إلا لما ألعب بمباراة الزمالك مش علشان أنا بحط العربة قدام الحصان ولا إن أنا بعجز المسابقة ولا القائمين على اتحاد الكرة باشمع كلامك علشان ده أنا بنفس اللي انت قلته أنا باحترم الجدول اللي سيادتك قلتين اللي احترمه واللي طلعت قلتها هنحترمه فكان الآن موقفه المبدأي سليم مش مية في المية ألف في المية ياخي ما عندكش مبرر أنه أنت يوم تساعتاشر أنت الدكت زمالك مباراة تانية عارف يا صاح زمالك بلاها دية تخد دية هو جيم النادي الأهلي عندما توجه إليه عشان هو بعد كده هيدي بقى اللي حصل إيه الموقف بتاع النادي الأهلي سليم وواضح جدا أنا باشوانتس أيوه هو بتهاجم هو هتكابت الرضا الوزير راح له عشان يقنعه أنه يلعب عشان المطشي اللي هو طلب تأجيله بالعكس عكس الموضوع تماما الأهلي احترم احترم هذه الخطوة وبدل ما يركب دماغه وقول طب مش هلعب الجونة غير كده قال خلاص المطشي هتأجل وفي ظروف أمنية وخصوصا أن حصل اتصال وقاله دي مش هينفع يتلعب خلاص لظروف الأمنية في لحظة فالأهلي متسله للتعاون للتعاون مش لأنه العين بالعين والسن بالسن الأهلي لأنه حتى دي تقيل فيها هو الأهلي لما صمم وكابتن الخطيب أصر أنه مش هيلعب والوزير راح له البيت وتقال إزاي يروح له البيت وما يجينيش البيت هو الأهلي ما كانش غضبان إلا في الحق لأنه معاهل الحق ومعاهل منطق ومعاهل الجدول اللي انت سيادتك بعدتهوله فبالتالي حدث الاجتماع المسؤول في مكتب في منزل الكابتر محمود الخطيب ممكن أضيف بس معلومة معلومة صغيرة قبل ما تخش في التفصيلة دي مهمة جدا أنت لما جيت طلعت في نص الليل أنك الماتش تأجل لأسباب أمنية عادة لما بيجب بقى في أسباب أمنية النادي الأهلي وكان النادي المنظم بيحصل اجتماع أو لقاء بين الجهة الأمنية واتحاده الكرة والنادي المنظم بيتم بيتم اختاره قبل اتخاذ القرار مش هينفع التلعب ماتشك ده عشان هيتأجل وبيختر النادي التاني لم يتم أي شيء من هذا يعني كان فيه نوع من التعامد أنه يطلع في نص الليل طيب أما وإنه اتحاد الكرة خرق النظام انتهك الجدول أصر على قرارات ويدفع بأنه الظرف العام سبب التاجيل النادي الأهلي تقديرا للظرف العام استجاب عقد هذا الاجتماع المهم كابتن محمود الخطيب وقتها كان مريض فكان لازم الفراش ما كانش بيتتحرك من البيت أن ينتقل إليه المجتمعون شيء دي قيمة النادي الأهلي ودي ما كانت الكابتن خطيب رئيس النادي الأهلي وده تقدير الظرف اللي موجود ظروفه انت عايزني أتنازل عن حق شرعي وواضح وهو إنه المواعيد كده وظروف الصحية أستاذ إبراهيم ساعتها وطلع النادي الأهلي ساعتها بيام بيعظم فيه الموقف التعاوني أو الموقف المتعاوني اللي حصل وبيقدر الظرف العام والاعتبارات الأمنية اللي أدت إلى تأجيل مباراة القمة عن معاد تسعتاشر عشر ففجأة الأهلي اللي استجاب ولعب مع الجونة بعديها تقديراً للظرف العام لأنه أنا مش واخد موقف لغلاسة ولا رخامة ولا أنا بحط العربة قدام الحصان ده أنا بطالب اتحاد الكرة يحترم المواعيد اللي هو ألزمني بيها مش أكتر دلوقتي يبقى العين بالعين يبقى الأهلي هو سبب المشكلة الحاجة دلو الحقيقة للأهلي أصلاً هو اللي كان رافض التأجيل بالظهر متمسك بالمعاد مش الأهلي اللي طالب التأجيل إن الأهلي طالب التأجيل والعين بالعين ما علينا إحنا يعني الكابتن عبد العل الحقيقة كابتن محمد فاروق وهو وقتها اتورد في المعلومة أنا أنا مش فاكل ما هو اللي أهلوية كده حيقولك مش فاكل لا مش اللي أهلوية بيقوله مش فاكل لا يا كابتن رضع ده كابتن محمد فاروق مشكوراً في الحلقة التالية اهتم إنه يتصل بين كابتن عبد العل بالتلافي عشان يقوله حقيقة الأعمق لما عارفقة ه Bel night لما تقلوا من الإعداد الموضوع الموعيد كانت واحدين تلات findings مش الأهل اللي طلب التأجيل ده الزمالك اللي رفض انه يلعب محمد فروف اتصال تالي مع ريد عبد العالم نشوف بس وقال لك انت قلت معلومة غلط مبانا ايه اللي بقى المعلومة الغلط والإعداد للأسف بقى معايا مش هو الاعداد معايا ما كانش معايا على الخط مرضاش يتكلم وقلت لك معلومة صح لان ده رأيك وحنا طبعا ما بنقولش رأي رقم واحد ان اللي طلب التأجيل في مطش الاهل والزمالك في الأسبوع الرابع كان الزمالك وليس الاهل طيب ما اترفض ما اترفض التأجيل وقال لك ما فيش تأجيلات حل خلاص وقال لك بطش القمة هتلاقب في محايا حلوة انت قلت انت انت كابتن لازم تبع عارف ان الزمالك كان عنده مطش كان امام بطش السناجال ايوة بالزبط ونادي الزمالك رافض ان هو طلب التأجيل طلب التأجيل وترفض وبعدين ما ايه حصل ايه نادي الاهل قال لك مش هلعب الا لما النادي الزمالك يلعب معجلاته حلوة يعني الاهل كان عايز يلعب لا انت قلت الاهل يا كابتن ما كانش عايز يلعب خلي بالك لا انا قلت مش عايز يلعب يا حبيبي لا كابتين مؤجلين مؤجلين عشان أفريقيا ايوة ما كانوا اتذكر كده يا كابتين رضا ما كانش فيه أي مؤجلات احنا لسه بنبتدي طب الوزير راح لكابتين الخطيب لا عشان انت خلاص النادي لأهلي قالك انا متمسك بموقفي وان انا مش هلعب إلا ما نادي الزمالك يلعب مبارايته تمام طيب ما هو ده اللي انا قلته دوعي الأمنية بقى لا انت قلت النادي الاهلي رفض وتأجيل خلي بالك يا حبيبي لا يا حبيبي انا قلت ان هو قلت يا كابتين قلت النادي الاهلي مرضيش هلعب إلا ما زمالك يلعب مؤجلاته ارجع للفيديو يعني ما طلبش ماش تمام ارجع للفيديو هتعرف ان انا صح طيب ما علش هما الاتنين كانوا ناسين ولذلك هدي المشكلة يا كابتن رضا زي ما قالك الكابتن محمد فاروق ده كان اسبوع الرابع ولا ماتش كان متأجل ده اول ماتش يتأجل كان بتاع الزمالك اللي رئيسه اطلع قبل كده قال مش هلعبه مش هلعبه فالتحاد وبعدين جيه في نص الليل خد القرار ان في تأجيل الظروف امنية دون ان يشرك الاهلي منظم المباراة في الامر ولا كما جرت العادة انه بيبقى موجود في الصورة اذا الماتش صاحب المشكلة اللي تأجل كان هو الاهل والزمالك لكن فيه ماتشات الاهلي قال لازم الزمالك يلعب مؤجلاته ولا العكس الصحيح الاهلي لما تقلوا ألعب الجونة بدل الزمالك قال لهم لا ألعب انت حتأجل لزمالك ألعب الزمالك ثم الجونة بنفس الترتيب لكن الماتش اللي تأجل كان هو ماتش الزمالك للاهلي طلب التأجيل بالعكس الاهلي مش هلعبه الزمالك الزمالك قابليها باربع خمس تيام وبنفس الحلفانات واللي تعودنا عليها وبنفس الكلام هو خطورة الكلام ده إنما خطورة الكلام ده انه بتعتمد ان الناس نسيت الناس نسيت والشباب بيبنوا جمهورها يبني مواقف وقراء على ده على الكلام ده طب مش احنا شرحنا والأدلة اهيه بالتلفزيون والصوت والصورة وكل حاجة موجودة بالتواريخ لا حتوب ألبانة وحيبقى فيه إصرار عليها زي نادي القرن بالزر طب ما تخلينا نشوف مهيب عبدالهادي من قبل المباراة من قبل مباراة 19 أكتوبر يعني في 10 أكتوبر تقريبا كان بيرد على الكابتر رضا عبدالعال نشوف القصة التالية مباراة القمة بين الأهل والزمالك في الدوري تم تحديد معاد المباراة كان مباراة الأهل والزمالك طيب مباراة الزمالك دلوقتي ده إذا وافق بقى الجانب السنغالي يوم 24 بكده المفروض وحط تحت المفروض دي مليون خط إن موضوع مباراة القمة إنها تتلعب في معادها وما تتأجلش يعني كلام نهائي قمة الأهل والزمالك هكون المفروض يوم 19 وده اللي قاله اتحاد الكورة مفيش تأجيلات والأهل مش موافق وعايز يلعب المباراة يوم 19 والزمالك دلوقتي بيقولك لا أنا ألعب مباراة جينريشن يوم 24 وأجل مباراة للأهل مباراة قوية ومباراة قوية مباراة قمة هنا ومباراة بطولة دوري أبطال أفريقيا الموضوع ده هتحل إزاي؟ كل ما نطلع من نقرة نوع في ضحضرة ففي إيه؟ أنا مش فاهم حاجة أنتوا فاهمين حاجة؟ خلصنا من القرار اللي عادنا نتركابه وعادنا وإحنا بنام نحلم إيه اللي هيحصل المطش هيتعاد ولا مش هيتعاد ولا الزمالك هيصعد ولا بطل السنغال يصعد لدخلنا هنحلم تاني إن المباراة يوم 19 هتتأجل ولا مش هتتأجل ولا الأهل هيلعب مع الزمالك ولا الأهل هيوافق ولا الزمالك مش هيوافق هو فيه بالضبط لو حد يفاهم يعني يبعث لي ويفاهمني معلنا مباراة يوم 19 والزمالك هيلعب يوم 24 طب أجل 19 ليه؟ وملعبش 24 ليه؟ لا يعني أنت فاهم وأنا فاهم والناس كلها فاهمة وكابت الرضا عبدالعال لما يسمعك دلوقتي هيبقى فاهم وكل حاجة إزاي الناس عندها قدرة تعكس؟ يعني الموقف اللي أنت اللي طلب التأجيل كان نادي الزمالك واللي أجل كان اتحاد الكورة واللي رفض التأجيل كان النادي الآهل وما كانش فيه أي مباراة مؤجلة لما أنت صممت وقلت دوعي مني قالك ألعبها بنفس الترتيب هذا اللي حصل وفي الآخر لما حصل اتصالات بيه من كبار المسؤولين وتقديرا لتدخلهم إنه دي الأهلي وهذه تضحية إنه ما تشبسي وقال أنا هلعب ما تشجونا بس من فضلكو رعوا في اللي جاي ما يحصلش تأجيل بالزبط هادي اللي حصل يتبيني بقى عليها كلام تخلق مات واتهمات واتهم بالمجاملة ليه الحقيقة وليه راح زار الرئيس الآهل في البيت وما راحش يزارني وقصت الآهل ساعتها كان عايز يأجل بصوا الكلام اتعكس والدور الأول لسه مخلصش عايزين تعملوا إزاي بعد كده التاريخ بيتبيني علي أساق هي دي يا أستاذ برايب يعني النهار ده ما تيجي تقولي اللي حصل في الماتش الأخراني ده الزمالك عايز ينسحب أوكيه ماشي يتحمل قراره لو ينسحب بوضوح لكن هو كان عايز ينسحب بس مش عايزة تبني أنه ينسحب فاتحصل سيناريو طيب اب الزبط لكنه حتى للتسكير لتنشيط زاكرة السمكة اللي تبني عليها اتهامات دلوقتي وليه راح زار واش معنى أنا طيب ما نشوف وقتها كان موقف النادي الأهلي ايه وفقا لما نشر في كل وسائل إعلام برا وجوه همفكركم اليوم السابع في 18 يعني قبل كلام مهيب ده بيومين الأهلي يرفض تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك وتاني يوم 19 في المصر اليوم الأهلي يرفض تأجيل القمة وتسع عشر في بوابة الأهرام الأهلي يرفض طلب الزمالك بتأجيل لقاء القمة طلب الزمالك بتأجيل لقاء القمة يا كابت الرضا بره وجوه البيانة الاماراتية الاهل يصدر بيانا قويا بعد تأجيل القمة البطولة المغربية الاهل يرفض استكمال الدور المصري احتجاجا على تأجيل مبارياته العكس مع الزمالك عكس الموضوع فالعين بالعين ايه والسن بالسن هي كانت عين مين وسن مين بس صحيفة الرياضية السعودية الاهل يرفض لعب اي مباراة قبل لقاء الزمالك دال كان الموقف من هنا تأجيل الماتش هو اللي خلق هذا الموقف مش العكس وبعدين يتقل